وسهلا بكم أعزائي الطلبة في مبحث الحاسوب للصف السابع وعنوان الدرس اليوم التعامل السليم مع الحاسوب يتوقع منكم أعزائي الطلبة بعد دراسة الدرس أن نراعي إرشادات الصحة والسلامة عند استخدام الحاسوب أن نعتني بالحاسوب وملحقاته أن نراعي الأخلاقيات المتعلقة بالحاسوب عند استخدامه بداية سوف نتحدث عن الصحة والسلامة عند استخدام الحاسوب وعندما أقصد يا سابع بالصحة والسلامة أي عند استخدامك الحاسوب سواء في المنزل، بالمدرسة، بأي مكان يا سابع لازم نحافظ على صحتنا وسلامة جسمنا بالدرجة الأولى ليش؟ حتى نحقق الفائد المرجوع من التعامل مع الحاسوب بشكل سليم خلينا نحكي عن الصحة والسلامة عند استخدام الحاسوب أول نقطة لازم تجلس يا مس على كرسي بشكل معتدل بحيث يتم إسناد عمودك الفقري ما بقاء جسمك مستقيما كما في الشكل الآتي بتلاحظوا بالصورة أنه كيف هو جالس بشكل مستقيم مسند ظهره نظره بشكل عموء، نظره بشكل مباشر إلى شاشة الحاسوب النقطة الثانية لازم نحرص يا سابع أن يكون ارتفاع الكرسي مناسب بحيث يكون القدم منبسطة بشكل مريح على الأرض يعني أنت لما بدك تجلس على الكرسي بدك تتأكد أنك أنت مرتاح ويفضل استخدام المقعد الدوار المتحرك اللي بيلف لليمين ويسار وأعلى وأسفل لأنك أنت بتتحكم يعني بتتحكم أنك ترفعه أو تنزله أو شو يعني بتتحكم بكيفية الجلوس النقطة الثالثة لازم نحرص على أن تكون الإضاءة العلوية غير ساطعة هلا هون يعني إيش يعني إضاءة؟ يعني إنها تكون إضاءة شاشة الحاسوب لاحظوا هي الأكثر سطوعاً بالغرفة يعني الإضاءة العلوية بالغرفة تكون مناسبة بس مش ساطعة كتير حتى ما لسا محالة تؤدي إلى ضرر بالعين أو إجهاد مع الحرص إلى على وضع شاشة الحاسوب بشكل غير مواجه للضوء قدر الإمكان ما بس نحط إحنا شاشات الحاسوب مواجهة للضوء لأنه لازم شاشة الحاسوب هي لتكون أكثر سطوع بالغرفة هلا في عندك رابعاً عدم إضامة النظر إلى شاشة الحاسوب لفترات طويلة أنا هاي والله نصيحة بنصحها للأشخاص اللي كتير مثلاً بيستخدموا التليفونات طبيعة عملهم إنه من الصبح للليل يا على التليفونات أو على أجهزة الحاسوب إنه بنصحهم نصيحة وكل فترة مثلاً عشر دقائق أو خمس دقائق إراحة العينين يعني هلا مثلاً هو اشتغل ساعة نعتبر إنه ساعة اشتغل أو أكثر أو أقل بشوي إنه مثلاً يكون في خمس أو عشر دقائق راحة والنظر إلى أماكن طبيعية أو أي شيء المهم إنه يبعد نظره عن شاشة الحاسوب والهاتف خمسة ضبط شاشة الحاسوب بحيث تكون حافتها الهاوية في مستوى النظر أو منخفضة قليلاً يعني هون أصدق إنه شاشة الحاسوب لما إحنا نطلع على الشاشة نطلع عليها خلاص مباشرة إنه ما ننزل عين الأسفل أو نرفعها لفوق لا تكون مناسبة ستة الحرص على أن تكون مسافة مشاهدتك لشاشة الحاسوب بحدود ذراع والله أنا يعني اللي بلاحظه يعني من الطلبة ومن أغلب الناس بحسهم إنه هم بيكونوا كتير يعني مقربين من شاشة الحاسوب بيكونوا نيمين جنب شاشة الحاسوب بدك تنتبه هون يا سابع إنه حدود ذراع وضروري لا حتى ما يصيب إجهاد بالعيون وحتى تكون أنت جالس بطريقة سليمة سابعاً أحرص على أن تكون الشاشة موضوعة مقابل وجهك دون أي ميأل حكينا عن هاي النقطة سابقاً إنه عشان ما يكون نظرك مثلاً ملخفض أو مرتفع أو ميلان لا تكون خلص مقابل وجهك ثامناً وضع لوحة المفاتيح بشكل متجاور يعني هلأ لوحة المفاتيح والفقرة مثلاً لوحة المفاتيح والفقرة يفضل إنهم يكونوا جنب بعض يعني مش إنت مثلاً تروح لمسافة بعيدة لتجيب الفقرة أو لمسافة بعيدة وأنت بتطبع لا حتى يسر التعامل حتى كمان أنت ذراعك ما تصير تألمك أنه أنت ماسك الفارق بجهة ولوحة المفاتيح بجهة أخرى تاسعاً تجنب العمل لساعات طويلة وخصوصاً عند استخدام الإلعاب شوفوا العمل الطويل على جهاز الحاسوب حقيقة يعني ومن تجربة تجربة إنه بيعمل بيأثر على الناحية النفسية يعني كي بسبب لك انطبائية والبعد عن الناس خلص بيصير عملك كله على جهاز الحاسوب بيصير عندك إدمان هلأ إذا كان عمل هذا إشي إحنا مضطرين عليه يعني هو نوع إجبالي يعني بس إحنا لازم نستخدم السليب إنه نحمي حالنا لكن إذا كان استخدام ألعاب يعني رح تكون مشكلة لأنه إحنا منقدر إنه مثلا إحنا ما ندمن على الألعاب الإلكترونية لأنها بتعمل إمطبائية حتى أنا بتذكر معلومة يعني بتذكرها وهي صحيحة إنه بالصين أنشأوا مستشفى يعني أنشأوا مستشفى اللي عندهم إدمان الألعاب الإلكترونية يعني قدش إنها هي مشكلة حقيقة هي مشكلة الإدمان على جهاز الحاسوب والإنترنت عشرة لا تعبث بالوصلات الكهربائية الحاسوب خلاص ما تكون فضوليا السابع ما في داعي وصلة الحاسوب مش عارفة تركبها بتجيب فني بتجيب حدا مختص يعني حدا بفهم ما تلعب بالأسلاك إذا اضطرت مثلا بدك تركب سلك الفقرة سلك لوحة المفاتيح تأكد إنه على الأقل إنها مثلا مش موصولة بالتيار الكهربائي مفصولة تمام ويفضل إنه أنتوا تجيبوا ناس مختصين لأنه لا سمح الله يعني ممكن يعني نتعرض لصاقة الكهربائية يعني حمان الله وحماكم يعني المنافذ اللي بتكون هي بوحدة النظام اللي بتكون صندوق الجهاز اللي وراء المنافذ كثير خطرة يعني إذا كان موصول بالتيار الكهربائي آخر نقطة عند استخدام الحاسوب المحمول في كثير عفكرة ناس وصارت عن جد يعني حقيقة بسألوني عنها إنه كانوا يمسكوا اللابتوب خصوصا نحكي ويحطوها على رجليهم عمنطقة الرجل هلا هي بتعمل حرق تمام يعني بتغير يعني كيف بتحرق البشرة إنه بتغير لونها بتصير لونها هيك على لون بني هلا هي مش من مش من مرة يعني هي من تكرار وضع جهاز اللابتوب على الرجل آه ممكن بتعمل نوع بتغير بالجلد ولا سمح الله بتسبب حالات نادرة من مرض السرطان لذلك هاي الحرارة اللي بتكون من بعثة من اللابتوب الأجهزة الحاسوب ما يعني لا يفضل إنه إحنا نحطها مثلا على رجلينا أو حتى العينين لازم إحنا نبعد عينينا عنها والجلوس في وضع صحي هيك إحنا بنكون خلصنا الصحة والسلامة عند استخدام الحاسوب إن شاء الله بالحسة المقبلة رح نتحدث عن العناية بالحاسوب ومنحقاته وأخلاقيات التعامل مع الحاسوب دمتم بخير دمم بخير اشتركوا في القناة